أظهر استطلاع رأي جديد أن غالبية الديمقراطيين يفضلون انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من سباق انتخابات الرئاسة المقبلة الاستطلاع الذي أجراه مركز اي بي نورك قبل محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب أشار إلى أن 65% من الديمقراطيين يرون أن بايدن يجب أن ينسحب من السباق وعموما يعتقد سبعة من كل عشرة أميركيين بالغين أن بايدن يجب أن يتنحى عن الترشح للانتخابات المقررة في نوفمبر القادم تظهر البيانات أيضا أن نحو نصف الديمقراطيين غير مقتنعين بقدرات بايدن العقلية لأداء مهام الرئيس مقارنة مع الثلث في استطلاع أجري في فبراير الماضي في المقابل فإن 27% فقط من الديمقراطيين يثقون تماما في قدراته وهذا انخفاض كبير من 40% في استطلاع فبراير ترامب لم يتردد في استغلال هذه النتائج حيث علق على منصته تروث سوشل قائلا هناك حدث غير مسبوق يحدث فالديمقراطيون يحاولون مرة أخرى إخراج بايدن من السباق الرئاسي تزايدت الأصوات التي تطالب بانسحاب بايدن من السباق الانتخابي داعية الحزب الديمقراطي لاختيار بديل له هذا يأتي بعد أدائه الذي وصف بالكارثي في مناظرة انتخابية أمام ترامب قبل نحو أسبوعين ترجمة نانسي قنقر